تجوب مسرحية أيوب البلاد منذ أكثر من عام لكن العرض المسرحي أصبح الآن ممزوجا بقدر أكبر من المرارة والألم حسب ما يقول اللاجئ الفلسطيني عوض عوض مبدع ومخرج المسرحية وتذهب عائدات المسرحية إلى مستشفى العودة في غزة الذي استقبل عددا كبيرا من مصابي المصادمات التي وقعت يوم الاثنين في الرابع عشر من مايو آيار وقالوا عد كلها كامبنيوم صر بكل ما عرابط القرف تي علاق كيسة ماشو مال الحسن وقالوا شو صحيح تتحسن وعادتك تطوئي ماذا شكو؟ شاعد 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 يا قروا سيصلي أخبار عنه أنه دائر مع واحدة بدي يتجوزها يا أبو جابر المجابر الموت وتدفنه الغسة يا عربي بعد ما خلقت رجال عندي أبو جابر وقت زكي ريحت أمي برحتها أمي خلفت من بعد تمن سبيان تخسلي همتياب المنهار هذا ساعات يعني من هار طرعت هم الطار مستحيلة إلى القلقة وجردون وعنه أبو جابر موسيقى موسيقى